اشتركوا في القناة وفي بداية الاجتماع نوه سمو الشيخ فيصل بن راشد الخليفة بالمستوى المتميز الذي تشهده العلاقات البحرينية التركومانية وما وصلت اليه من تقدم ونماء في مختلف المجالات بفضل الاهتمام والرعاية الكبيرة والدائمة من لدن حضرة صاحب الجلال الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه وفخامة الرئيس قربان قولي بيردي محمدوذ رئيس جمهورية تركومانستان لكل ما من شأنه تعزيز وتوطيد أواصر الصداقة والتعاون بين البلدين الصديقين وخلال الاجتماع جرى استعراض القضايا والموضوعات المدرجة على جدول الأعمال حيث أعرب سمو الشيخ فيصل بن راشد الخليفة عن شكره لأعضاء اللجنة والجهات التي يمثلونها وذلك في إطار الجهود الوطنية المبذولة لترجمة التوجيهات الملكية السامية من أجل تعزيز علاقات التعاون مع جمهورية تركومانستان الصديقة على كفة الأصعدة بما يواكب العلاقات السياسية رفيعة المسوى التي تجمع قادة البلدين وفي ضوء زيارة التاريخية السامية لجلالة الملك المفدى إلى عشق آباد في مارس 2019 والتي شكلت نقلة نوعية كبرى في مسار العلاقات بين البلدين واستعرض سمو الشيخ فيصل بن راشد الخليفة المباحثات والاتصالات الجارية بين البلدين منوها إلى أهمية تفعيل مذكرة التفاهم للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين البلدين والتي تنص على إنشاء لجنة اقتصادية بحرينية تركومانية وأبدى رئيس اللجنة تطلعه إلى عقد الاجتماع الثالث للمشاورات السياسية بين البلدين قريبا لما يشكله ذلك من أهميتنا في استثمار الفرص المشتركة المتاحة منوها في هذا الصدد بما تمخض من نتائج إيجابية للاجتماع المرئي الذي عقده مؤخرا سعادة الدكتور عبدالطيف بالراشد الزياني وزير الخارجية مع سعادة السيد رشيد ميريدوف نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية تركومانستان باعتباره يشكل منصة تعاون جديدة لتطوير آفاق التعاون الثنائي وأكد سموه أن مملكة البحرين تتطلع إلى شراكة وطيدة ومتنامية مع جمهورية تركومانستان سيما أن البلدين لديهما مقومات ومزايا عديدة ينبغي استثمارها والبناء عليها مشددا على أهمية تفعيل الاتفاقات الثنائية الموقعة وفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك استنادا إلى مبادئ وبرامج رؤية البحرين الاقتصادية الفين وثلاثين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر